بعد ستة اشهر من الاستماع الى المتهمين في قضية مقتل رئيس البلاد السابق توماس سانكارا اصدرت محكمة بوركينا فاسو العسكرية حكمها بسجن الرئيس السابق بليس كومبوري مدى الحياة غيابيا اضافة الى قائد حرسه ياسينت كافاندو والجنرال جيلبير دينديري المدانين بقتل سانكارا تعود القضية الى عام الفين وتسعمائة وسبعة وثمانين حين وقع انقلاب في واقادوكو انتهى باغتيال سانكارا مع اثني عشر من رفاقه على يد قوة كومندوس قتل سانكارا وكان في السابعة والثلاثين من عمره فخلفه كومبوري الذي مكث في الحكم سبعة وعشرين عاما قبل ان تطيحه انتفاضة شعبية عام الفين واربعة عشر وتنفيه الى ساحل العاج حيث يعيش اليوم سانكارا الملقب بشيكفارا افريقيا وصل هو الاخر الى الحكم بانقلاب عسكري عام الف وتسعمائة وثلاثة وثمانين وكان ثوريا ومناهضا للامبريالية وطامحا نحو الاستقلال من قيود الاستعمار الفرنسي لهذا السبب توجه بعض اصابع الاتهام الى فرنسا في قضية اغتياله الا ان احد المراقبين يقول انه لا يوجد اثبات على اي وجود للفرنسيين في الملف دهش البوركينيون باعلام محاكمة المتهمين بعد عشرات السنين منعوا خلالها حتى من ذكر الواقع حتى عام الفين وخمسة عشر حين فتح النظام الانتقالي الديمقراطي الملف ثم اصدرت مذكرة توقيف دولية ضد كومبوري بعد ان كشفت معلومات القضاء ان فرقة الكموندوس خرجت من منزله اشتركوا في القناة